السلام عليكم عملية تسبيت جينتو بحد ذاتها ما لها عملية معقدة إذا مشينا مع خطوات الدليل خطوة بخطوة بس العملية بتاخد وقت طويل فلا حتى نستفيد من الوقت بأكبر قدر ممكن خلينا مباشرة نروح لموقع جينتو ننزل ملف الآيزو ونبتدي عملية التنزيل فهلأ على موقع جينتو.org رح نروح لزر Get Gen2 اللي موجود بأعلى الصفحة ورح نجي باعتبار أنه بدنا نثبتها على معالج 64 بيت رح ننزل الصورة اللي هي الAMD64 رح نروح مع الـ Minimal Installation CD رح ننزل هات الملف وبعدها إما رح نحطه على فلاشة أو رح نستخدم ملف الآيزو لحتى نعمله بماكينة افتراضية أنا طبعا ما رح أعمله بماكينة افتراضية لأنه جينتو بدها معالج بمواصفات محترمة رح نثبته على لابتوب فعلي اللابتوب اللي رح سبت عليه هو HP مع معالج i7 الجيل السابع عندي 8 أنوية 8 كورز وعندي 32 رام موجودين على هذا الجهاز وهلأ خلال عملية التثبيت رح تسمعوا صوت المروحة كيف رح يوصل للمليون لأنه بده يقوم بعملية البناء بالكامل أنا ما بنصح أنك تثبتها على جهاز بأقل من 4 كورات أو 4 أنوية وطبعا بالماكينة الافتراضية أنا ما عملتها لأنه على هذا الجهاز مع 8 أنوية ورح ياخد بحدود الساعتين للثلاث ساعات هلأ منشوف شو هي الخطوات هلأ بعد ما نزلنا الملف وحطيته على الفلاشة رح نقلع من الجهاز رح نقلع من الفلاشة وأنا بدي أعمل العملية ضمن SSH لحتى يكون في عندي قدرة أني أعمل copy-paste من خطوة من المتصفح للترمينال فرح أجي للترمينال خليني حطها بالبداية جنب المتصفح رح نقل له SSH روت لأنه بدنا تتم كل العملية على الفلاشة ما في عندي أي مستخدم ما في عندي غير الروت ورح أعطي IP الجهاز اللي بدي أثبت عليه رح أقل له enter باعتبار أنه هاي أول مرة عمالي أدخل لهذا الجهاز لازم يعمل عملية مصادقة للfingerprint فرح نقل له yes بعدين رح أعطيه password root طبعاً وقت اللي بتقوم بعملية التشغيل الأول مرة ما رح يكون في عندك ال password لازم أنه نعملها وما رح يكون في عندي SSH ما رح يكون مفعل فأنا وقت اللي أقلعت من الفلاشة اللي قلت له يا قلت له pass wd وعطيته كلمة سر للroot وبعدين قلت له rc-service قلت له sshd وقلت له start هاد الكلام عملته على اللابتوب قبل ما أوصل للssh وبعدين لحتى أعرف شو هو الip اللي موجود على هاد الجهاز على اللابتوب قلت له ip-c لحتى يعطيني ألوان a لحتى شوف شو هو الip اللي عندي أنا طبعا متصل عن طريق كابل ايثرنت فهون عطاني ip الجهاز هاد الip اللي أخدته وحطيته مباشرة بالترمينال اللي موجودة على كمبيوتري التاني بعدها هلا بدنا نروح ونجي لأي محرك بحث وندور على gen2 هاندبوك رح نروح مع المين بيج وطبعا نحن باعتبار انه عمالنا نسبت على معالج 64 بيت فمن هاي الصفحة الشي الوحيد للفيديا هو اني روح لقسم الامد 64 بيهاي الصفحة رح نتجاوز الخطوة الاولى اللي هي about the gen2 linux installation رح نتجاوز الخطوة التانية اللي هي choosing the right installation medium لانه نحن حملنا ملف الايزو متل ما شفنا منه شوي وحطيناه على الفلاشي وبعدها اذا كنت بدك تفعل الواي فاي فممكن انك تلقي نظرة على configuring the network وهون في عندي قسم preparing the wireless هلا انا باعتبار انه متصل بي ethernet فهاي الخطوة ما بدي اياها وبعدين رح نجي رح نرشع صفحة كمان لورا ورح نجي preparing the disk هلا هاي الصفحة معقدة وهي ما لها معقدة تعقيدها بيجي من انها مفصلة بشكل يعني بالشكل اللي انا ما بدي اياها مفصلة بشكل كبير 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 انا كل شي بدي اياها اه ما ذكرت انه رح نعمل عملية التنزيل على الجهاز اللي عندي بيدعم UEFI وبيدي اعملها مع GBT بدي الpartition table يكون GBT هاد هو كل شي بديها من هاي الصفحة فاذا جينا وققينا نظرة عماله عماله قللي شو هي الpartition table عماله قللي شو هو الMBR عماله قللي advance storage يعني كل هاي الامور الواحد يعني وقت اللي بيشوفها رح يخاف من الhandbook او من الدليل بس انا اللي بدي بدي يكون في عندي partition لحط عليه البوت لحطي حطي على البوت loader بدي partition لحطي يكون في عليه الswap وبدي partition لحطي يكون في عليه system بالكامل هات كل شي بدي من هاي الصفحة وكمان لحطي نخلي الامور سهلة فرح نعملها مع ext4 ما رح نعمل betterfs او اي file system معقد فخلص طالما عرفت هاي الامور اللي ثلاثة خلينا نرجع للترمينال طبعا نحنا متصلين هلا مع الكمبيوتر الفعلي مع اللابتوب فرح نقل له lsblk هلا انا بعرف انه بدي ثبت النظام على lmvme اللي موجود عندي على lmvme 0 n1 متل ما انا شايفين انه انا في عندي partitions موجودة بس انا بدي احزفها وابتدي من الصفر فخلينا نمسح الشاشة ورح نستخدم lfdsk لحتى نقوم بعملية انشاء الpartitions متل ما له مشروح بالهاند بوك بالهاند بوك شارح لي كيف رح اعملها فهلا اذا جينا للpartitioning رح شوف انه هو اخذ lfdsk وهو ال sda 1 انا ما بدي lsda 1 مثل ما شفنا بخطوة lsblk كان عندي اسم الجهاز هو dash div dash nvme فرح اقول lfdsk dash div dash nvme nvme 0 n 1 رح احذف كل اللي موجود على هاد الجهاز فرح نضغط فرح نعطي د رح يقلي اي partition بدي احذف رح نبتدي مع ال 3 كمان d رح يحذف ال 2 و d رح يحذف اللي موجود عندي رح نقل g لحتى يعمل gpt partition table وبعد رح قل ل w لحتى يحفظ التغييرات هلا بدي انشئ partition الاول الخاص بال bootloader فرح نقل n ورح نعطي enter عماله يسأل شو هو رقم partition واخد كdefault واحد رح نقل اوكي بعدين عماله يسأل من وين يبتدي ال default جيد بعدين عماله يسأل ادي حجم partition اللي بدي انشئ انا بحالة bootloader رح اعمل partition بحجم 300 ميجا رح يكون اكتر من كاف فرح نقل زائد 300 وكابتال m عمال يقلي انه في عليه signature لل v فات اذا بدي امسح او لا فرح قل له yes بعدين بدي اعطي type او file system الخاص في فرح نقل t شو هو type لهات partition اذا انا ما بعرف انه بدي اعمله EFI فرح اضغط حرف capital اللي يعطيني كل partitions او كل types اللي متاحة عندي فرح نشوف انه EFI رقمها واحد فرح نضغط q ورح قل له واحد وهلأ صار عندي bootloader partition جاهز بدي اعمل partition التانية الخاص بالسواب فرح نقل له n مرة تانية كمان اخذ default اثنين الرقم partition هات جيد بالنسبة من وين بده يبتدي لل third sector فرح نخلي على وضعه الحالي وهلأ قد يكون حجم L swap اللي عندي مثل ما حكيت بالبداية اللي بتبع عليه 16 جيجا فأنا فعليا ما لي محتاج لل swap بس لحت نشوف كيف ننشؤه هلأ انا رح اعمل swap بحجم 8 جيجا فرح قلو زائد 8 capital G كمان عمال وقلي انه في عليه signature swap اذا بدي امسح او لا فرح قلو yes كمان رح نقل T عمال يسأل شو هو رقم partition اللي بدي غير له type هو اخذ default 2 وهذا اللي بدي فرح نقل enter رح نقل capital L نشوف شو 19 اللي هو الخاص بال swap رح نضغط Q ورح قلو 19 بعدين ضل عندي انشاء partition الخاص بالنظام فرح نقل له n كdefault اخذ الرقم 3 اوكي رقم البداية صحيح رقم النهاية انا بدي اخذ كامل مساحة الهارد او الSSD المتبقية فرح اضغط enter عمال اللي انه في عليه ext4 اذا كنت بدي امسح فرح نقل له yes وبعدين ما ضل عندي اي شي رح اضغط حرف P لحتى شوف شو هي partitions اللي رح يعملها فمتل ما اللي شايف انه رح يعمل لي P1 اللي هو EFI P2 اللي هو الSwap والP3 اللي هو الكم اللي هو ال system بعدها لحتى نحفظ التغييرات رح نضغط W وبهذا الشكل اذا رشعته عملت له LSBL cage صار في عندي P1 والP2 والP3 هلأ الخطوة اللي بعدها اني اعمل file systems لكل واحد من هدول partitions واني فاعل الSwap اعمل عملية mount ونبتدي عملية التسبيت فمتل ما حكينا بحالة partitions الاول بدي اعمل FAT 32 mkfs.v FAT F32 slash div slash nvmen 0 n1 b واحد عمالي ااخد الاسم من السطر اللي فوق رح نضغط enter بعدين بدي اعمل الSwap فرح قل له mk swap بعدين div nvme 0 n1 b 2 كمان رح فعل الSwap مباشرة فرح قل له swap on رح قل له slash dev slash nvme 0 n1 b 2 ضل عندي اني انشئ الفايل system للنصام فرح نقل له mkfs.ext4 slash dev slash nvme 0 b n1 b 3 بهاي الحالة صار عندي الانز صار عندي الpartitions جاهزة اذا اجينا لنهاية الصفحة انا ما ضل عندي اي شي بدي اياه من هاي الصفحة بس ضل عندي اعمل عملية الماونت لل root partition او system partition فرح ننسخ هاد السطر اللي هو الماك دير اللي هي التيب رح انسخ هاد السطر ايشي لهون وهلأ من هون صار عندي اغلب الخطوات اللي رح نعملها رح تكون copy paste فهلأ نسخ نهاد السطر رح ايشي لهون وقل له enter وبعدين رح نقل له mount رح قل له def nvme0 p n1 n1 p 3 وين بدي حطوه بدي حطوه على mnt gen 2 خلينا نمسح الشاشة مرة تانية خلصنا من هاي الصفحة وهلأ رح يبتدي الدسم اللي هو عملية التثبيت فرح نيشي ل installing stage 3 بهاي الصفحة اول شي لازم اني اعمل عملية ضبط للوقت لان لازم يكون في عندي الوقت مضبوط لاثناء عملية المزامنة وتنزيل الملفات فلو اجيت وقلت له date رح شوف انه بحالتي انا في عندي استعمالها متطابقة لانه المنطقة الزمنية مختلفة فانا ممكن اني اعمل عملية ضبط الوقت بشكل اوتوماتيكي باستخدام هاد الامر اللي موجود هون الانتي بي دي انا ما رح اعملها لانه ما عملها تصبت باي شكل من الاشكال وانما رح اعملها بشكل يدوي اللي هو رح اعطيه امر date وبعدين رح اعطيه الساعة اللي بدي اها بهاي الصيغة اللي هي الشهر يوم ساعة دقيقة والسنة فرح نقل له date هلا بالنسبة للتاريخ اول شي الشهر اللي هو شهر 12 شهر ديسمبر اليوم 09 الساعة 08 والدقايق 08 والسنة 2022 هلا صارت الساعة مضبوطة لازم بعدها اني نزل ملف الستيج ثري من الانترنت هلا انا باعتبار اني عمالي اعمل العملية عن طريق الSSH فممكن اني استخدم امر الWGET لحتى اجي لهذا المتصفح وروح للموقع اللي بدي حمل منه وكمان ممكن اني استخدم متصفح من الترمينال اذا كنت عمالي اعملها على الكمبيوتر مباشرة بدون الSSH فهلا اللي بدي حملها انا بدي اختار صورة يكون في عليها دعم لمعمارية 32 و64 بيت للبرامج تكون تدعم ال32 بيت كمان وما بدي يكون في عندي الSystem D نحن بالاخير عمالنا نثبت Gen 2 فاكيد ما رح نستخدم الSystem D لا تنسوا رح اتركها اما هون او هون رابط للفيديو اللي عملته عن الSystem D اذا بدك تعرف اكتر معلومات عنه فروح وشوف الفيديو طبعا بعد نهاية هاد الفيديو فهلا عرفنا انه بده يكون في عندي المالتي ليب وبده يكون في عندي الOpen RC فرح نجي اول شي رح نعمل عملية CD رح نغير المسار لل MNT Gen 2 فرح قل له CD slash MNT slash Gen 2 وبعدين متل ما حكيت اذا كنت بدك تستخدم ال WGET ممكن انك تستخدمها بس نحنا رح نفتح المتصفح اللي موجود بالترمينال فرح ننسخ هاد الرابط الموجود هون الامر اللي موجود هون اللي رح يفتح لي متصفح Links فنسخنا هاد الامر جينا لهون ومتل ما لي شايف اول شي رح نقل له اوكي لازم اني اختار سيرفر قريب مني انا عمالي اتحرك بالاسهم بهاي الصفحة اللي هي صفحة جنتو فهلا انا رح اختار البرازيل او تشيل الاتنين قريبين علي بعدين رح اختار ال http ما في دعا اني يكون https انا بس بدي نزل الصورة فرح نقل له اوكي ورح ايجي من هون رح نشي لل من الريليس رح نيجي لل رح نيجي لل current لنشوف وينها رح نيجي لل current stage 3 amd وينها هاي اللي شايفينها current stage 3 amd desktop open rc رح نختارها ومن هون رح ايجي لل stage 3 وين كانت خليني بس ضغر نخط شوي لحتى نشوف الكلمات بالكامل فهون رح اختار اللي هو الملف المضغوط التار اكس زي فرح نيجي لل stage 3 amd desktop open rc واي رقم كان موجود عندي بعدين dr.x زي فرح نضغط enter ونقل ه save ومنستنى لحتى تخلص عملية التنزيل هلا بعد ما نزلي ملف الملف المضغوط رح نضغط q لحتى نطلع من المتصفح واذا قلتله ls لشوف المحتويات رح شوف انه الملف المضغوط صار موجود عندي بس لسه لازم اني فك الضغط عن هاد الملف فرح نيجي بال handbook رح نيجي بالنسبة لعملية التحقق من الملف ما رح نعملها مع انه من المفروض انه نعملها بس رح نتجاوزها باعتبار انه نزلنا من الموقع الرسمي بس بدنا نفك الضغط عن هاد الملف فرح ايجي ل amp packing وانسخ هاد الامر بالكامل رح نعمل له عملية نسخ ونجي لهون نعمل له عملية لسخ بدي اكد انه اذا كنت عمالك تكتب هاد الامر بشكل يدوي شيك عليه مرة واثنين وثلاثة لانه اي غلط باي حرف بهات السطر رح يعطيك صورة غير صالحة وما رح تقدر تثبت النظام بشكل صح نحن باعتبار انه نسخنا الامر فما في اي غلط رح نقول له enter هلا الاعداد ل لحتى يشتغل بالشكل الصح او المينمم المينمم بهاي الحالة انا بس رح اعمل تعديلين او ثلاثة بس بدي يتعرف على المعالج اللي عندي وبدي يقول له يعني من هاي الامور البسيطة شو هي المعمارية لا اكتر ولا اقل اللي رح نعمله فهلا بهذا السطر بس لا يخلص عملية ال دي كومبريشن هلا الامر اللي هو النانو رح انسخه رح نقل له كونترول سي نجي له نعمله عملية لسق اللي عمله يعمل ليه بالاساس انه اذا لاحظنا عمله يجي للمسار اللي هو مانتي جينتو اتسي بورتش ورح يفتح لي ملف الميك دوت كونف هلا بهذا السطر متل ما حكيت رح اعمل مجرد تعديلات بسيطة رح ايجي للسطر الاول اللي هو الكمان فلاكس وقبل ال-auto رح قل له dash m arch يساوي native اللي هو الاركيتكتشر او المعمارية رح قل له يختار ال-native الخاصة بالمعالج اللي عندي رح يتعرف عليها بشكل اوتوماتيكي باعتبار انه قلت له native رح ايجي لنهاية هاد الملف ورح ضيف سطر واحد هلا رح ايجي لهاد ال-handbook كمان رح شوف عندي ال-make opts ال-make options بدي انسخ هاد السطر رح ننسخه ورح قل له عملية لسق وبيدي اغير ال-dash جي هو اخذها بشكل المثال اللي موجود بال-handbook اربعة انا رح غيرها لسبعة ورح اشرح ليش هلا هاد الخيار اللي رح يحدد لي عدد الانوية اللي بده يتم استخدامها اثناء عملية ال-compilation او ال-building طبعا كل ما كان عندي انوية اكتر كل ما رح تكون عملية البناء اثرع بس بال-handbook عمله يقلي انه من الافضل وقت اللي باختار هذا الرقم كون حذر شوي بحيث انه يكون عدد الانوية نصف عدد نصف مساحة الرام اللي موجودة عندي فاذا في عندي رام 16 جيجا متل حالتي انا ممكن اني حط عدد انوية يساوي 8 كحد اقصى انا لحتى تكون بال-safe سايد رح غليهم سبعة وهذا شي رح يترك لنواة واحدة متاحة وما رح اوصل لاني استهلك كامل الرام وتفشل عملية التثبيت فهلأ رح نحفظ هاد الملف رح قل له control x وبعدين y ورح نقل له enter وبعدين خلصنا من هاي الصفحة مننتقل للصفحة اللي بعدها اللي هي installing based system هلأ بهاي الصفحة الخيار optional اللي هو اختيار الميرورز او servers هلأ هو optional اختياري بس من الافضل انه نعمله لحتى نسرع عملية التنسيل مبارح وقت اللي جربته ما اشتغل معي هلأ رح نشوف اذا رح يشتغل او او لا فرح ايجي وقل له mirror select طبعا انا صرت بنزل نظام اكتر من مرة ما في غير مبارح وقت اللي يفشل هاي العملية اه نجحت اوكي فرح نختار السيرفرات القريبة مني رح اختار البرازيل ورح اختار كمان تشيلي طبعا انا عمالي اضغط على زر ال spacebar لحتى حدد ال options اللي بدي اياها ورح نقل له enter هلأ صارت هاي السيرفرات جازة للاستخدام عندي وبعدين في عندي خطوة مهمة جدا وهي خطوة بناء مستودع مستودع البناء فهي الخطوة ضرورية لانها بتحتوي على معلومات المزامنة لتحديث المستودعات فرح نجي وننشئ مسار جديد رح ننسخ هاد السطر رح ننشئ مسار جديد الخاص بالportage رح نجي لهون وبعدين رح ننسخ السطر اللي بحض اللي هو رح ياخد الملف الاساسي الموجود بالمسار اللي أنشئنا فرح نجي ونقل له paste هلأ إذا كنت بدك تشوف شو هي محتويات هاد الملف فممكن باستخدام النانو إنك تفتح هاد الملف نحنا رح نتجاوز هاي الخطوة متل ما أنا شايفين إنه عمنا نتجاوز كتير من الأمور اللي موجودة بالهاند بوك بس هلأ الخطوة اللي بعدها اللي هي copy dns info معلومات ال dns ضرورية جدا لحتى يشتغل الإنترنت بشكل صح فرح إجي وإنسخ هاد السطر رح نقل له ctrl c و ctrl v أو ctrl shift v بحالة الترمينال وبعدين رح نيجي لعملية الماونت لازم إني أعمل عملية ماونت لكل واحد من هدول الأوامر من هدول الأسطر أو اللي موجودين عندي فرح أعملهم بالترتيب واحد واحد طيب وبعد ما عملت عملية الماونت ضل لازم إني أعمل التشروت أو إني أدخل للبيئة الجديدة اللي عملتها فرح نيجي وننسخ الأسطر الخاصة بعملية ال ch روت رح ننسخ الأمر الأول وبعدين رح نغير رح نعمل سورس للبروفايل وبعدين رح نغير شو هو اللي برومت اللي عمله يطلع عندي مثل ما أنا شايفين اللي برومت موجود على يسار الشاشة تغير من النصار موجود في عندي تشروت اللي بيدل إنه أنا موجود ضمن النظام هلأ ما عادت بالفلاشة انتقلت للهارد الفعلي خلينا نشوف بعدين شوفي عندي لازم إني ثبت البارتشن الخاص بالبوت لودر فهلأ هو هون أخذ مثال الاس دي اي حط الأمر الخاص فيك أو المسار الصحيح اللي مثل ما شفنا اللي كان موجود بالل اس بي الكي اللي بحالتي أنا هو الان في ام اي فرح نقول له وأنا كمان ما رح باعتبار إنه عمالي أعمل التثبيت على اي اف اي ما رح حطه على السلاش بوت ضمن السلاش بوت رح أعمل ديركتور جديد تسميه اي اف اي بس لأني متعود عليه بحالة اليو اي اف اي إذا كنت عمالك تسبته على ام بي آر او ليجاسي بايوس فالأمر هاد عم الأغلب يكون صحيح بس دائما شيك شو هي البارتشنز اللي موجودة عندك فأنا رح قل له ميك دير سلاش بوت و اي اف اي بعدين رح قل له مونت سلاش ديف سلاش ان في ام اي زيرو ان واحد بواحد ورح نقل له على البوت اي اف اي هلا بهذا الشكل رح نكون جاهزين لانه نبتدي عملية التثبيت من الانترنت فرح نجي للويب سينك اللي هي الامرج ويب سينك رح ننسخ هاد الامر حطه هون ونستنى لتخلص هاي الخطوة هلا بالنسبة لعملية تحديث المستودع رح نتجاوزها لانه رح نعملها بعد ما ننتهي من تثبيت النظام نحنا هلا عمالا نحاول انه نوصل لنظام شغال ونفس الشيء بالنسبة لقراءة النيوز كمان هاد رح نتجاوزها ممكن اذا بدك ياها اذا بدك تقراها تستخدم هاد الامر اللي هو e-select news read نحنا رح نتجاوز هاد الامر بعدين رح نجي لعملية اختيار البروفايل الصحيح هاي الخطوة لازم انه نعملها لحتى نحاول بالقدر المستطاع نقلل وقت الانستوليشن لأقل زمن ممكن فرح نجي وننسخ هاد الامر اللي هو e-select profile list رح انسخو متل ما لي شايف عمالي انه اي واحد من هادول البروفايلات ممكن اني ثبته بس انا بعرف انه بدي واحد يكون بدون السيستم دي وبيدي واحد يكون حجمه نوعا ما صغير فانا رح اختار الديسكتوب اللي هو الخيار رقم خمسة اللي هو مختاره بشكل اتوماتيكي لانه في عندي نجمة قبل بعد هاد الاسم بس لحتى اذا كنت بدك تختار اي واحد تاني فرح نرجع لهذا الامر السابق وبدل كلمة وبدل كلمة list رح نستبدلها بست ونعطي رقم البروفايل اللي بدنا فانا رح قل له خمسة مرة تانية ما في اي ضرر من انه نختار هاد الخيار نفسه وبعدين رح نجي مثل ما حكينا النومال اللي بما بدي اياها انا بدي اياها مع دعم متعدد بس لازم اني اعمل عملية الابديت الات والد هاي الخطوة ضرورية فرح ننسخ هاد السطر ورح نجي هون ورح نعمل عملية لسق هلا متل ما لشايف انه عطاني error ما بارف ليش موجود بهاي الصفحة اما ما لها معدلة او النسخة اللي موجودة هون نسخة الامرج فيها الشي معين بس لحتى نحل هاي المشكلة رح نرجع لنفس الامر ونحذف ال من بداية السطر ورح نستنى انه تخلص هاي العملية طيب وبعد ما خلصت عملية الابديت صار لازم انه نجي ل اليوز فاريبلز اللي هي الكيلر فيتشر بجنتو هلا هاي العملية ممكن انك تعمل باستخدامها ممكن انك تعمل فاين تيوننج للسيستم بالشكل اللي بناسبك فتستغرق يعني الحكي عنها لحالها بيستغرق وقت طويل وطبعا اليوز رح يكون في عندي يوز فاريبل لكل برنامج بدي سبته بس انا اذا كنت بدي شوف شو هي الخيارات المتاحة عندي فرح ننسخ هات السطر ونعمله عملية لسق مثل ما لي شايف انه كل واحد من هدول الابشنز ممكن اني فعله او الغي تفعيله هلا بالنسبة لهذا الفيديو نحنا باعتبار انه بغير فيديوهات رح نسبت ويندو مانيجر طبعا ما رح نسبت لا جنوم ولا بلازما ولا من هاي الديسكتوب انفيرومنت اللي رح يكون حجمها عملاق رح نسبت مينيما الويندو مانيجر فانا رح اجي لهذا السطر اللي هو سطر النانو لعد الملف الميك دوت كون الخاص بالبرتيج فرح ننسخ الملف الامر ونعمله عملية لسق ورح نجي لنهاية السطر او نهاية الملف ونضي السطر جديد يوس باحرف كابتال يساوي كوتيشن كوتيشن ضمن الكوتيشن رح قل له بالنسبة لحالة هاد الفيديو او هاي عملية التسبيت اول شي رح قل له كابتال اكس لحتى يكون في عندي دعم لل او ال او بعدين رح قل له داش جنوم او نائس انا ما بدي يكون في عندي دعم جنوم وكمان رح قل له نائس بلازمة لانه كل هاي الامور من شأنها انه تسرع عملية البناء بعدين بس بدي يكون في عندي دعم لل جي تي كاي و بدي يكون في عندي دعم لل كيوت فايف و بدي يكون في عندي دعم لل اكيد بدي صوت و رح قل له نائس سيستيم دي لحتى ما يثبت لي اي مكون من مكونات السيستيم دي خلينا نحفظ هاد الملف فكونترول اكس وبعدين واي وبعدين انتر خلينا نكمل مع الهاندبوك فمتل ما اللي شايف بالنسبة للسي بيو كمان فيه له بعض الفلاقات هي بتكون خاصة بالسي بيو اللي عندك فلازم انه نثبت برنامج سي بيو اي دي بلا 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 رح ننسخ الامر اللي هو الامرج رح نعمل له عملية نسخ ورح يقوم بتثبيت هاد البرنامج رح نقل له رح نضغط انتر لاياخد يس باعتبار انه يس باللون الاخضر فرح نقل له اوكي فهي الديفولت فهلا اذا كنت بدك تشيك الاوت بشكل يدوي فممكن انك تعملها نحن مباشرة رح نجي للسطر التالت وننسخ الايكو رح نعملها عملية لسق هلا هاد الملف او هاد السطر تمت اضافته للملف التالي ما رح نفتح الملف بس بالنسبة للفيديو كارد كمان نحن هلا عما ننثبت النظام ما رح نحصل على اي واجهة رسومية فرح نتجاوز الفيديو كارد ولكن خطوة الاكسب او الرخص هاي الخطوة هلا هي اوبشنال بس بحالة هاد الفيديو رح احتاجها ورح اتركها لارجع لها بعدين وقت اللي رح احتاجها فرح نتجاوز خطوة اللايسنس هلا رح نجي بالنسبة للسيستم دي طبعا نحنا ما نعمل نستخدم سيستم دي بس رح نضبط المنطقة الزمنية فإذا بدي عار شو هي المنطقة الزمنية اللي متاحة لاني استخدمها رح نقل له ls slash usr slash share slash zone info فعندي كل هاي المناطق الزمنية انا بحالتي رح اختارها مباشرة فرح نقل له echo ورح قل له امريكا ارجنتينا بوينس ايريس طبعا انا مالي موجود بوينس ايريس بس دي الارجنتين في عندنا منطقة زمنية واحدة ورح نقل له هاد لون بدي ابعته بدي ابعته لال etc time zone هلا هاد بحالة open rc طبعا انا ماشي مع open rc رح ايجي للسطر اللي بعده اللي هو الاميرج رح انسخ هاد السطر ملو ملو عملية لسق طبعا jen لحتى تكون صارت باللغة اللي بدي مالنا نستخدمها رح نثبت الكيرنيل الجينيريك لسببين اساسيات السبب الاول انه عملية تخصيص الكيرنيل رح تخلي الفيديو اللي لحد الان يمكن صارت مدة ونصصة او اكتر رح تضرب هذا الرقم باربعة فرح نوصل لساعتين ثلاثة او اربعة لنخدس الفيديو السبب الثاني يفضل انك وقت اللي تثبت النظام لأول مرة انك تثبت الكيرنيل الجينيريك لحتى توصل لنظام الفيديوهات رح نخصص النواة بجينتو اما لحتى نوصل لنظام شغال فرح نروح مع الكيرنيل الجينيريك بس الامر اللي لازم انه نعملوها اللي هو هون في عندي الكيرنيل and compilation اول شي بس لازم اني نزل السورس فرح ننسخ هاد السطر ورح نقل انتر هلا بعدها لازم انه نختار الكيرنيل اللي بدنا نستخدمها فرح ننسخ هاد السطر اللي هو ال e select مثل ما اللي شايف انه ما في عندي غير خيار واحد بس رح ارجع لنفس الامر واستبدل ال list رح قل له set واحد باعتبار انه ما في عندي غيرها هلا مثل ما حكيت انه ال manual configuration رح نتجاوزها بعض الناس رح تكرهني بس رح نتجاوزها رح نجي ل alternative رح نترك كل هاي الامور ورح نجي ل alternative using gen kernel رح ننسخ emerge لحتى نثبت ال gen kernel طيب متل ما اللي شايف انه ال gen kernel رح ينزل firmware ك dependency بس اللي حكيت عنها مني شوي بس عطاني error وما كمل بهاد الامر لانه اذا لاحظت بكل errors اللي عمال تطلع عندي فيه عندي error license او رخصة فرح نرجع للخطوة اللي جاوزناها من شوي اللي كانت license accept license رح نجي لهذا القسم فرح نجي ونفتح بالnano اللي هو etc portage make dot conf رح نجي لنهاية الملف ورح ننزخ accept license رح ننزخ ها وبعد الكوتيشن رح قل له نجمة لحتى يقبل كل اللي موجودة عندي رح نحفظ الملف control x y enter وهلا بنرجع الامر اللي كان مني شوي اللي هو emerge gen kernel رح نسبتها متل ما لشايف انه ما عطاني اي error رح اضغط enter لحتى يمشي فيها خلينا نرجع للصفحة اللي كنا فيها هلا نحن وصلنا لهذا القسم على ما اعتقد وين كانت كنا موجودين ب jain kernel هلا عملنا هاد الامر لسه نستنى ليخلص عملية التنزيل هلا قبل من نبتدي عملية الbuild لازم انه نعدل ملف ال f step طبعا هلا هاد رح نرجع نعدله بعد شوي بس هاي الخطوة قبل البناء ضرورية لانه الjen kernel رح يقراها فرح نجي وننسخ الناно ورح نجي لنهاية الملف مثل ما منتذكر انه كان عندي الbootloader موجود على dev nvme 0 p1 فرح نقله dev nvme 0 n1 p1 space بعدين رح نقله boot وانا كنت حاطه على efi وبالنسبة للفايل system كان عندي lv فات بعدين رح نقله default بعدين 0 و2 ctrl x y enter وهلأ رح نقله الjen kernel طبعا هاي العملية رح نقله gen kernel all رح نعمل عملية لسق طبعا هاي العملية على جهازي رح تاخد ما يقارب ال 15 لل 20 دقيقة رح روح افطر جهز اموري ونرجع بعد ما تخلص طيب اخيرا وبعد طول صبر خلصنا من kernel هلأ نحن فعليا تثبيت النصام انتهى ما ضل عندي غير اني ثبت ال bootloader اعمل شوية configuration ثبت بعض البرامج الضرورية ضيف مستخدم ومن نكون جاهزين فبهاي الصفحة ما عد في عنا اي شي نعمله رح نروح لقسم ال configuration فأول شي رح نرجع نعدل ملف ال f step مع انه نحن عدلنا بالخطوة اللي قبلها بسلق لازم انه نعمل النسخة النهائية انا رح استخدم ال u u id لكل واحد من ال partitions اللي موجودة عندي فخلينا نمسح الشاشة وحتى احصل على u u id لهي ال partitions رح نقل bl kid فهلا اول شي في عندي ال p واحد رح انسخ ال u u id رح نقل له نسخ ورح نرجع لل nano لل etc f tab فرح ايجي للسطر الاخير ورح استبدل هاد ال slash div ب u u id طبعا ما حطينا u u id بالبداية رح نقل u u id يساوي رح احفظ هاد الملف بدي ايجي لل swap كمان رح انسخ l p2 هاي ال p2 رح انسخ l u u id كمان رح ارجع على نفس الملف رح ايجي وضيف سطر جديد رح نقل u u id يساوي حطينا l u u id رح نجي لل handbook ورح نجي نشوف شو هي الامور الخاصة بال swap رح نقل بالنسبة لا الفورمات هو none بعدين رح نقل swap رح نقل sw 00 رح نحفظ هاد الملف ونجي للمرة الاخيرة ل p3 اللي كان هو l system رح رح ننسخ l u u id كمان نرجع لنفس الملف نشي لنهاية الملف كمان u u id يساوي نعمل عملية لسوق ورح نقل عملية رح نقل ل الماونت بوينت هي ال slash رح نقل هو ex t for file system ورح نقل no a time ورح نقل zero واحد control x y enter هلا خلصنا من ال f tab هلا بدي اعمل بدي حط اسم للجهاز فباعتبار انه نحن على open rc فرح نفتح هاد الملف خلينا نحط له اي اسم بدل ال local host رح نسمي gen to control x y enter بعدها رح نيجي ل الشبكة فهلا انا بدي ثبت dhcpcd بدي ثبت dhpcb لحتى يكون في عندي اتصال للانترنت لحتى يكون في عندي واي فاي دعم واي فاي رح ثبت iwd فرح ايجي ونقل emerge dash dash ask ورح نقل dhcpcd ورح نقل iwd رح نضغط enter ورح نستنى لا يخلص من تثبيت dhcp وال iwd هلا بعد ما انتهت عملية التثبيت لازم اني فعل الخدمتين فرح نجي ل open rc لل rc dash update رح نعمل نسخ ولسق كما رح ناخد نفس الامر ورح نستبدل ldhcp رح نستبدلها بال iwd كما رح نجي لل rc service كما رح نعمل نسخ لسق ونفس الكلام هلا فشلت لانه بالاساس مفعلة بس بعد ما نعيد تشغيل النصام رح يكون شغال كما رح نحط ال iwd دي دي هلا كما عمال عمال يقول starting بس بعد ما نعيد تشغيل النصام رح يكون جاهز للاستخدام بحالة system d ما لنبح حاجتها لانه نحن شغالين على open rc ما في اي شي تاني بدية من هاي الصفحة فبعد رح نجي بحالة password لازم اني حط password للroot ولازم يكون فيها النصام كمان رح نرجع نعيدها رح نضيف مستخدم جديد فرح نقل لو user add lower case g users بدي يكون بمجموعة users وكمان capital g wheel بدي يكون بالwheel حتى بعدين نضيف له صلاحيات الroot ورح نقل له dash m ورح نعطي اسم المستخدم تم انشاء المستخدم كمان رح نقوم بانشاء كلمة سر له المستخدم فرح نقل واسم المستخدم رح نعطي كلمة السر له المستخدم وهي صار في عندي كلمة السر الخاصة به المستخدم بالنسبة للينيت والبوت هلا رح نتجاوز هاي هاي القسم اللي موجودهم ما في له داعي بهاي المرحلة رح نيجي بعدين لتثبيت الأدوات الضرورية اللوجر مثل الكرون مثل الفايل سيستمز فرح نمشي فيها بالترتيب اول شي بالنسبة للسيستم لوجر باعتبار انه ما في عندنا السيستم دي فرح نثبت واحدة من الأدوات اللي موجودة بالهاند بوك فرح نيجي لل امرج رح نقل كونترول سي و كونترول شيفت في بالترمينل رح نثبت الكرون لحتى يكون في عندي جدولة و اتمتي للمهام فرح ننسخ سطر الكرون نعمل له عملية لسق و كمال رح نقل انتر و نستنى لتخلص هاي الخطوة وهلا رح نفعل الخدمة باستخدام ال open rc وهلا باعتبار انه بدي اوصل لهاد الجهاز باستخدام ssh فرح اجي وانسخ هاد السطر لفعل الخدمة هلا بعدين ضل في عندي اني اعمل عملية مزامنة للوقت فرح نثبت الكرون كل هاد الكلام عمالنا نعمله لانه ما في عندي ال system دي على هاد النظام رح نقل له yes كمال رح نثبت الخدمة رح نفعل الخدمة هلا ضل عندي سبت الفايل systems باعتبار انه في عندي ext4 وفي عندي الفات 32 فرح نقل emerge dash dash ask ورح اجي للأمر الاول او للباكيج الاولى الخاصة بال ext4 ورح اجي للباكيج الخاصة بال fat ورح نثبت هون خلينا نحزف الفراغات غير الضرورية كمان رح نقل enter بالنسبة لل dhcp كنا ثبت نها بالخطوة اللي قبلها بالنسبة لل wireless كمان ثبت نها هلا هلا منجي لضبط البوت loader رح نجي اول اول باعتبار انه رح نثبت اللي grab وباعتبار انه انا موجود على ماكينة مع UEFI فرح انسخ سطر الايكو رح نقل paste وبعدين رح سبت اللي grab طبعا هاي الخطوة ممكن انه تاخد بعد الوقت رح نقل له yes ومنستنى لا يخلص من ال grab طيب وبعد ما خلص باعتبار انه نحن موجودين على UEFI فرح نجي لقسم install وننسخ هاد السطر طبعا رح عدل ال directory ورح حطله بعد boot slash EFI لاني انا هاد الفولدر او وبعد رح نجي لقسم install رح نجي لconfigure عفوا فرح ننسخ grab mk config هلا تقريبا نحن خلصنا بس اخر حزمتين رح ثبتهم ان do as اللي هو بديل sudo بس عام الرجيم فهو اخف بكتير ورح نثبت bash completion لحتى يكون في عندي اكمال تلقائي فكمال رح نقل emerge ورح نقل له dash dash ask ورح قل له do as و ال dash completion اوكي خلينا نرجع هون لنشوف كيف رح نضبط do as فلو اجينا الويكي مرة تانية وقلت له do as طبعا التسبت ثبتناها ماضل عندي غير عملية الضبط نستنى لا يخلص الترمينال وكمان نسينا نسبت بس هاي من ثبتها بعد من عيد تشغيل النظام فهلأ لضبط do as رح نفتح مع nano رح قل له nano slash etc slash do as dot conf وبهذا الملف مثل ما موجود عندي بقسم configuration رح قل له permit space نقطين wheel اللي هي الجروب اللي ضفناها او اللي ضفنا المستخدم لها ورح قل له control x y enter هلأ بهذا الشكل منكون خلصنا من configuration فلنشوف عملنا bootloader وعملنا كافة عملية الضبط ما ضل عندي غير اني اطلع من النظام اعمل واعمل اعادة تشغيل فرح نقل له exit رح نقل له c d رح نقل له l u mount طبعا انا هلأ موجود بقسم الريبوت رح انسخ هاد الكلام رح انسخ l u mount رح انسخ مرة تانية l u mount ورح نقل له ورح نقل له ريبوت هلأ نحن خلصنا من تثبيت جيم 2 بالكامل رح قل له reboot اخد مني بحدود ال 8000 ثانية اللي هن بيطلعوا بحدود ال 3 ساعات مثل ما حكيت على معالج i7 جيل سابع رح نرجع ونعمل عملية ssh مرة تانية بس لازم اني اعمل شوية تعديل ل non hosts ونعمل ssh وبدل الroot سأدخل باسم المستخدم كمان رح قل له yes للfinger print ورح اعطي كلمة السر ل المستخدم الجديد ومثل ما لي شايف تران تران انا موجود ضمن جين انتو حاليا خلينا نثبت الneo fetch فرح نقل له do as emerge dash dash ask رح نثبت الneo fetch ورح نثبت ال h top رح نقل له enter رح رح نعطي كلمة السر لل do as خلينا ناخد الترمينال لغير workspace وهلأ لو قلت له neo fetch رح نشوف انه الجين صار موجود عندي واستهلاك الرام لا يتجاوز 190 ميجا بالنسبة لخطوات ما بعد التثبيت مثل تخصيص الكيرنل تثبيت الواجهة الرسومية تعريفات انفيديا هاد الكلم رح يجي بفيديوهات مستقبلية وبأمان الله